إلى دهوك ينضم إلينا زميل بيوار داخاز ويحدثنا عن تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من قبل الأوقاف وشؤون الدينية في المحافظة نعم بيوار مساء الخير تفضل نعم مساء الخير علي كديمة وعلى درايم طبعا اليوم في محافظة دهوك ينظم أو يقومون بتنظيم حفظ تكريمي لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم يأتي هذا التكريم بالتزامن مع إسرى والميراج وأيضا المناسبات الدينية الأخرى في محافظة دهوك القائمون بهذا التكريم هي جمعية جهدي لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع مديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية في محافظة دهوك عدد الذين سيتم تكريمهم 36 شخص 14 منهم من الذين حفظوا القرآن بسند متصل كامل والآخرون فقط القراءات أيضا هذا السند المتصل المعروف أنه هؤلاء الأشخاص الذين سوف يتم تكريمهم أيضا سوف يمنح لهم إجازة إجازة لكي يقومونهم أيضا بعد ذلك بتعليم وتحفيظ القرآن لتلاميذهم السند المتصل يأتي من الشيخ والشيخ الذي تم تدريسه وتعليمه أيضا استلم هذا السند من الشيخ الذي فوقه وهكذا إلى أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كان فيما متعلق بهذا الحفل التكريبي أيضا فيما متعلق بالواقع الصحي في محافظة دهوك بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات في محافظة دهوك فيروس كورونا حيث خلال الـ 24 والساعة الماضية تم تسجيل ورصد 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما كانت الحالات التي تماثلت للشفائية 45 حالة الوفيات كانت حالة واحدة فقط لذلك مديرية العمل الصحفي محافظة دهوك وأيضا بالتعاون مع غرفة العمليات لمواجهة فيروس كورونا تشدد من إجراءتها الوقائية المتمثلة هذه الإجراءات خاصة في الأماكن العامة والتجديد على ارتداء الكمامات في الأسواق المراكزة التجارية تجديد الغرامات أو العقوبات ومحاسبة المخالفين من الذين لا يلتزمون بهذه القرارات كما أيضا هناك لجان متابعة هذه الأماكن لكي من جهة يقومون لمحاسبة المخالفين وأيضا من جهة أخرى لنشر التوعية بين المواطنين للالتزام بالتعليمات الوقائية باختصار هذا ما موجود لدي من محافظة دهوك نعم يعني بور على ما يبدو التقص في دهوك مشابه لما هو في أربيل هناك رياحة عالية ربما تسبب بعض الانزعاج للأشخاص أيضا هذه فرصة لأقول لك مبارك في ذكرى تأسيس زاقروس شكرا جزيلا لك